التقنية والإنسان ندرك جميعاً أن ملامح الحياة قد تبدلت بتطور العلم والتقنيات والاكتشافات فهل ترون أن التقنية ساهمت في تيسير الحياة وجعلتها أكثر أماناً أم أنها عقدت الحياة وجعلتها أكثر خطورة؟ تفضل يا فيصل التقنية تدويج لنتاج العقل البشري وأرى أنها يسرت لنا أموراً كثيرة حتى باتت جزءاً رئيساً من حياتنا العملية فالمزيد من الاكتشافات والابتكارات حققت تنمية عن طريق رفع مقاييس المعيشة وضمان مستقبل أفضل وكيف ساهمت التقنية في تسريع عجلة التقدم الحضاري للمجتمعات يا عبدالله؟ أثرت التقنية تأثيراً كبيراً في حياة الإنسان وأصبحت مقياساً للتقدم الحضاري الذي وصلت إليه العقول البشرية الفذة فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع فيه عن اختراع آلة متطورة أو أكثر تطوراً وذكاء من سابقاتها وكلها تصب في خدمة البشرية جمعاء أحسنت يا عبدالله وما أبرز المجالات التي دخلت فيها التقنيات وساهمت في تقدم المجتمعات يا فهد؟ دخلت التقنيات مجالات الطب والاقتصالات والصناعة والتعليم وساعدت على إثراء التعليم ليصبح عملية مبسطة وسهلة ففي مجالات التعليم ساهمت التقنية في تنمية مهارة التفكير الإبداعي لدى المتعلمين كما تمت الاستفادة من وسائل التقنية وتسخيرها في خدمة الإسلام والدعوة إليه وتعريف العالم برسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أشكرك يا فهد هل لك يا علي أن تفصل لنا دور التقنية في الرعاية الطبية؟ رفعت التقنية الطبية كفاءة العلاج بابتكار طرق التشخيص المبكر للأمراض واكتشاف وسائل طبية جديدة كالتصوير الشعاعي المتعدد الأبعاد وتطوير العمليات الجراحية كما ساعدت التقنية على التقليل من فرص الإصابة بالأوبئة التي كانت تفتك بالناس بعد اكتشاف العلاجات والأمصال المضادة لانتشارها كلام رائع وماذا عن التقنية الحديثة في مجال الصناعة يا فهد؟ قدمت التقنية الإنتاجية العالية للمصانع وساهمت في زيادة كفاءة المنتجات الصناعية مثل الصناعات المعدنية والبتروكيميوية والصناعات الغذائية بارك الله فيكم وزادكم الله من العلم والمعرفة